بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحتى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا واحدة من أهم المهن الإنسانية التي تفيد المجتمع تتمتع بدور محوري في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتعد من المجالات الصحية الأسرع نمو ولسيما في ظل التقدم العلمي الذي نشهده حاليا إنها مهنة الصيدلة نناقش في حلقة اليوم بإذن الله أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على الصيدلي أن يتحلى بها كيف يستثمرها خلال تعامله مع المرضى ليقدم النصائح الصحية ومراجعة الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية وتوضيح آثارها الجانبية مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات وانعكاساتها على بيئة العمل نرحب بداية بضيوف البرنامج الأستاذ خالد عمر حمزة الجعلي أستاذ مساعد وصيدلي أمراض معدية بجامعة الملك عبدالعزيز أهلا و مرحبا بكم أستاذ خالد شرف بك حياكم الله و نشرف بكم في هذه الحلقة شرف لنا تسلم الله يبارك فيك كمان رحبوا بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف و المؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبدالعزيز و نائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة فأهلا و مرحبا بكم دكتور أحيان الله أخير مصطفى و حيان الله أخير دكتور خالد و إن شاء الله حلقة ممتعة و جميلة و مهمة حقيقة بإذن الله أكيد هي حلقة مهمة بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد ارتباط هذه المهنة مهنة عظيمة مهنة الصيدة لبالتاريخ الإسلام صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صار سامر رسول الله و آله و صاحبه و له بعد يعني نحن عندما نتكلم عن قضية المهن المرتبطة بالإسلام الإسلام هو دين الزمان و المكان دين الرحمة دين الشمولية دين المعاصرة و لذلك كل المهنة التي يمكن أن تخدم المجتمع الإسلام جاء يغطيها من زوايا مختلفة النبي عليه الصلاة والسلام و ما أخبر ما أنزل الله دان إلا جعل له دواء علمه من علمه جهيلة و من جهيلة انطلقوا من هذه القاعدة كل المهتمين بقضية الأدوية و أصبحت هذه القاعدة تداوى عباد الله و لا تداوى بحرام أيضا أصبحت قاعدة مهمة الأعجب من هذا و ربما أخي الدكتور خالد هو متخصص في هذا المجال أعجب من هذا أن كنت أقرأ في تاريخ الصيدلة و علم الصيدلة فوجدت أن علماء المسلمين الأوائل هم من أسبق الناس الذين أسسوا لهذا العلم بل يقال بأنه في القرن التاسع تحديدا فصل هذا العلم كعلم مستقل من علم الطب نظرا لأهميته و كان أوائل من فعلوا ذلك هم العلماء المسلمين و أذكر أيضا أنهم تحدثوا و في بدايات القرن التاسع كان هناك يعني بدأت ما يسمى بالرخص المهنية لقضية الصيدلة المفتشين الذين يمرون على قضايا الصيدليات و في زمن الدولة العباسية أيام الخليفة المعتصم بالله ذكروا بأنه كان من أوائل من بدأ في قضية الاختبارات و منح الرخص للصيدلي بل كان هناك ما يسمى بالقسم المهني مثل ما يعرف أخي الدكتور خالد القسم و كان من ضمن ما يذكر في القسم وهذا شيء عجيب وهو جزء من المنظوم القيمي للصيدان جزء من القسم أن يقسم الصيدلي في ذلك الزمان ألا يعطي المريض دواء مرا و ألا يصنع له سما و ألا يدل المرأة على دواء يسقط جنينها و ألا يدل الرجل على دواء يقطع نسله و أن يغض المحارم و ألا يدلهم على التمائم حتى في الجانب العقد تفاصيل عجيبة عجيبة كانت هي عبارة عن مثاق مهني قيمي يجب أن يلتزم به الصيدلي في ذلك الزمان و هذا هو التاريخ و هذا هو التاريخ حقيقي نرحب بك مجددا أستاذ خالد و بداية نتحدث الصيدلي من هو الصيدلي و أنواع الصيدلة إذا لها أنواع و أقسام تمام طيب أول شيء أشكركم على الصدافة و أشكرك أخي شرفني بجودة اليوم و شكرا للقناة على الصدافة بالنسبة للصيدلي يعني نتحدث عن الصيدلي نحن يجعل بالنا على طول الدواء تمام فالصيدلي هو يكون خبير في الدواء سواء يعني في معرفة أثار الجانبية كيف استخدامه بطريقة صحيحة كيف أخذه كيف تصنيعه أو تسويقه يعني كل ما يتعلق بالدواء هنا يعني مهات الصيدلي تركز على هذه النقطة طبعا بناء على الدواء نتفرع في المجالات إنت تتكلم عن إيش تصنيعه فيه في المصانع مثلا التسويق أو فيه الشركات مثلا فيه صيدليات التي في المجتمع نعم فيه برضو الصيدليات التي داخل المستشفى مثلا نعم و أقسامها المختلفة فيه مثلا أقسام تخدم الناس المنومين في المستشفى فيه ناس تصرف أدوية للمرضى خالد المستشفى الصيدلي يساهم في التوعية في تقديم النصائح عن كافية أخذ الدواء نعم 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 يعني يمكن يعني الصيدلي هي صحيح أنها فرع من الطب ولكن سبحان الله مجالاتها متنوعة يعني فيه صيدلي يشغال فيه في المستشفى فيه في صدليات المجتمع وفيه في مصنع فيه شركة وكل واحد له دور مختلف فهما بيجتمعوا كلهم منه تركيزهم على الدواء لكن إيش كل واحد بيسوي كل يوم كيف يوم وماشي حسب المجال اللي يشتغل نتعرف على الأسرار والقيم المتعلقة في هذه نرحب أيضا بالإخوة والأخوات للمشاركة معنا في هذه الحلقة عبر أرقام للتواصل التي تظهر لكم امتباعا بإذن الله وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي والذي يقول برأيك ما القيم التي ينبغي على الصيدلي أن يتحلى بها ولماذا لعننا نبدأ بهذا السؤال حقيقة هو جوهر الحلقة القيمة الأهم برأيكم دكتور والله أولا أنا أريد أؤكد أن الدكتور خالد يعني طبعا هو رجل متخصص في كلية الصيدلة فهو قيمة مضافة جدا في طرح اليوم وربما أيضا من باب توجيه بوصلة الحلقة دكتور نتكلم ربما عن الصيدلي الذي بالفعل يقدم الدواء بشكل مباشر للمستفيد وهذا الذي جميع من خلفنا خلف الشاشة هم بالفعل يتحدثون عن هذا الشخص وكلنا بحاجة يعني طبعا بحاجة ماسة لهذا الإنسان حقيقة أن تدخل الآن الصيدلي أخي مصطفى أدخل أنا مباشرة مجرد ما تنتي الرشدة والوصفة من الطبيب فأنا كوني غير متخصص فهي بالنسبة لي طلاسم يعني فما أعرف هش المقصود بالضبط أحيانا الطبيب والذي يعطيك التفاصيل بكل وضوح ويتحملك ويصبر عليك ويشرح لك بحسب اختلاف ثقافتك وذلك الرجل الصيدلي أنا أعتقد بأن أنا أمام منظومة لشخصية مهمة جدا وهو الصيدلي أول هذه المنظومة القيمية في وجهة نظري وهي قضية الكفاءة العلمية والكفاءة العلمية تعني باختصار شديد التخصص والتخصص هنا أيضا ربما الدكتور خالد سيضيف كثير في هذا الجانب التخصص هنا هو تخصص بالاعتمادات المرموقة بالاجتيازات المرموقة الحقيقية التي نقول بأن هذا الإنسان فعليا متخصص متمكن هذه قيمة العلم التي دائما يتحدث عنها أنا لا يمكن أن أزاول أي مهنة وأنا لست متخصص فيها علميا ومن مصادرها ومن مراجعها إن كان اليوم مثلا الاعتمادات دولية يعني وصل هذا العلم في دولة ما إلى أقصى درجاته فأنا لو كنت شخص أريد أن أعزز قيمة العلم عندي كصيدلي يجب أن أبحث إلى هذا المكان وأينما كان وأحصل على الشهادات المتخصصة في ذلك المكان فالقيمة الأولى التي أرى أنها مهمة جدا هي قيمة الكفاءة العلمية للممارس للصيدر نعم حقيقة يعني موضوع مهم جدا نبدأ به الكفاءة العلمية وخصوصا إذا ربطت بالمواكبة لهذه المسارات العلمية المتعددة نعم طبعا من ناحية الكفاءة العلمية أو المواهلات اللي ممكن يحصل على الصيدر اللي بحث يؤدي عمله بشكل أفضل يعني مع الوقت صراحة بتزداد الأنواع المؤهلات اللي ممكن الشخص يحصل عليها بحث يؤدي عمله بطريقة أفضل يعني مثلا يمكن فيه مجال وتكلمت عنه يمكن كثير الناس ممكن ما سموا عنه أو لسه ما شافوا على حسب فين يتعالجوا قبل كده يعني مثلا فيه طبعا في الصيدر فيه الدرجات المعروفة اللي هي الماجيستير الدكتوراه وهذا يعني بتخصص يعني بتساعد الشخص أنه يدرس علوم معينة ويسوي مثلا أبحاث فيها ياخد كورسات وفيه طرق أخرى ما كانت متاحة زمان زي إيش الآن الأطباء مثلا أغلبهم ما بياخدوا دكتوراه أو ماجيستير لا أغلبهم إيش بيسوي ياخدوا برامج وفيلوشيب اللي هي إقامة وزمالة وبورد ليش بيسوي كده لأن هذه البرامج برامج عملية الوظيفة بما أنها أغلبها عملية فمن المنطقي التدريب يكون نفسه عملي لكن ما يفعل تقرأ كتاب خمس سنوات بعد أن تدخل على المريض لا هنا يعني قد تتعلم بعض المعلومات لكن ربطها ما هيكون واضح المهارات نفسها ما هيكون سقلت فالأفضل يمكن يعني مدام عملوا يعني غير أكاديمي عملوا ممارسة و علاج مرضى و صحتهم يفضل يكون تدريبه يعني تدريب يعني عملي فصار في الصيدلة يعني شيء يعتبر نسبيا جديد وبدأ يزيد صار في برامج أخيرا ريزدنسي وفلوشيب تمام يعني يعني أنا من الناس اللي يعني ربنا وفقني وطلحت بره حصلت على هذه البرامج تخصص دقيقة امراض معدية ولكن الحمد لله في السعودية الآن صار في برامج وطنية ويعني بيتخرج بيعني ريزدنسي بدأت برامج عامة الواحد بيروح يعني في كذا دورة سريرية بمختلف الأقسام كل مثلا شهر أو كذا أو سبوع يغير المكان وبعدين بدأت تصير في برامج متخصصة يعني زي لطب الصيد اللي بدأوا يروحوا صيدلي أنا تخصصي بتدريب مقنن معتمد فيه والله قلب ولا مثلا في الأمراض المعدية ولا في مشاكل الكلا ولا في العنامة المركزة ولا في الباطنة فصار فيه هذه البرامج طبعا برامج دي يعني بتأكد يعني أو يعني بتساعد الشخص أن يمر بي يعني هل هي مهمة للأشخاص اللي تخرجوا من سنوات مثلا في الصيدلة نقول لك أنا تخرجت من عشر سنوات هل هي مهمة أنه يكون عنده مواكبة أصلا مضبوط يعني طبعا الخبرة مرة مهمة يعني الخبرة قد تغني عن كثير من التدريب لكن الأفضل اللي يكون الخبرة دي تبنى على أصلا دراسة صحيحة يعني ممكن مثلا يجي شخص يمسك كتاب ويقول أنا حقر عن كل الأدوية وأبدأ عارج المرضى ممكن يسوي كده وقد يعارج بعض المرضى بشكل صحيح لكن فيه تخوف ممكن يغلط أكثر يمكن يكون طريقة تفكيره وما هي الطريقة المناسبة فالأفضل الواحد أنه يكون أخذ شيء صحيح طيب وبعدين مع الخبرة يعني يسخل مهاراته أكثر هذا الأفضل يعني ممكن واحد يأخذ خبرة لكن الخبرة يفضل أن يكون بعد تدريب مقنن تحت شخص خبير متاحة البرامج يا دكتور؟ نعم هي صراحة ما هي كثيرة وفيه منافسة شديدة عليها المقاعد محدودة لكنها زادت يعني كل ما لها بتزيد بصراحة يعني هذه إن شاء الله هتكون خير للبلد بإذن الله إن شاء الله ويعني يكون فيه صياد اللي بيتابروا في كل قسم أو مع كل فريق طبي بيساعدوا فريق الطبي هما جزء من الفريق بيساعدوا أن يقللوا أخطاء الطبية يعني كيف ممكن الدواء اللي بيستخدم يزودوا فعاليته يقللوا أثاره الجانبية وتداخلات الأدوية حتى يقللوا التكلفة حتى حفظ المال يعني فيه أدوية غالية ماشا الله فيه أدوية يعني رقيصة و نفس الفعالية ممكن أحسن لكن الواحد إذا ما يعني رجعها و كان عنده خبرة يمكن يعني سبحان الله الدكتور وهو يتحدث يعني أنا بستشعر أنه فيه مجموعة من القيم أي من كلامه ماشا الله عليه يعني حتى يحسب مقدار أنه تكلفة الصحيح صحيح و الدقة فيه حساب المكونات و الجرعات و غير ذلك هذه ستأتينا طبعا ربما في بعض القيم الجانبية لكن نزال الله خير الدكتور الآن هو صلت الضوء بشكل مرة ممتاز في قضية التخصصية و المهنية و نحن ندرك أنه ربما قضية و أنت أشرت إليها و هذا يعني من باب أنه يعني نغطي هذه القيمة لأنها مرتبطة بقيمة الكفاءة قيمة التجديد و المواكبة يعني أن الإنسان يحدث معلومته يجدد معلومته هذا في الأخير علم متجدد هناك أدوية تكتشف بشكل مستمر هناك أدوية أحيانا قد يظهر مستقبلا بأنه لها آثار جانبية باعتبار بعض الفحوصات الكلينيكية بشكل معين فيرجعوا مرة ثانية يعني يخففوا من جرعة أو يزودوا من جرعة وبالتالي مواكبة الصيدلي لهذا القضية أعتقد أنها مهمة جدا فهذه مرتبطة بهذه لكن دعني أنا يعني مباشرة أنطلق إلى قيمة أخرى وربما الدكتور خالد يسعفني بجانب الممارسات فيها أنا أعتقد بأن هذا الصيدلي له دوائر علاقات مع مجموعة من الناس مثلا له علاقة مباشرة مع المريض الذي جاء بالوصفة له علاقة أيضا برئيسه في العمل إن كان ثمت رئيس له مثلا مشرف على الصيدلية أو مدير المستشفى أيما كان المواقع المختلفة التي ذكرها الدكتور خالد الآن في التعامل مع هؤلاء جميعا بدءا بأهم شخص نريد أن نتحدث عنه قضية المستفيدة المباشرة وهو المريض أنا أعتقد أنه ثمت قيمة في غاية الأهمية وهي قيمة الاحترام والاحترام هنا له في وجهة نظري صور عديدة وربما تفاصيلها مع الدكتور خالد لكن من أهمها أن يحترم ثقافات الناس المختلفة يعني أنا لو دخل علي لو أنا أفترض أن أنا شخص صيدلي ودخل علي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب فهذا من المتوقع أنني أشرح له المعلومة وأعيدها عشر مرات حتى ربما يستوعبها مني ربما يعني يقول له ترى هذه حبة قبل الأكل لا بعد الأكل لا ترى بعد الفطور لا مثل ما يعني يعرفون الأخوة المتخصصين فهنا احترام الناس في طريقة التعامل أنا لن أفرق بين شخص ذو هيبة ومكانة اجتماعية وشخص آخر ربما لا يظهر عليه ذلك أنا لن أفرق بين شخص متعلم وغير متعلم أنا دوري كشخص أطبق قيمة الاحترام كصيدلي أنني أحترم جميع الثقافات بجميع الأعراف بجميع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها أنا ذاك يمكن أن أقول أنني عززت في قيمة اسمها قيمة الاحترام نتحدث عن ممارسات عملية لهذه القيمة قيمة الاحترام يعني من واقع العملي دكتور خالب نعم طيب طبعا قيمة الاحترام جدا قيمة مهمة صراحة و يمكن الصيدلي من الناس من المهن الذي يمروا عليه يعني يمكن كل أصناف الناس صحيح أيوة فلازم يكون عندهم مهارات التواصل تكون عالية لازم يحترم الأشخاص و يحاول ينزل لمستواهم إذا والله يناسبهم الأسلوب الفلاني يروح يحاول بالأسلوب هذا فيه ناس يعني يجوا بطرق مختلفة يعني فمثلا لو جاء واحد يعني مثلا ثقافة ما هي قوية ما يبدأ يستخدم كلمات صعبة أو يعني يتكلم مثلا بالانجليزي أو يعني يحاول مثلا زي ما قريها في الكتاب يقول له هي و لو ما فيهم خلاص يعني لا لوحد لازم يتأكد أنه فيهم المريض لأنه الهدف مو أني بث يعني أقول اللي عندي و سويت اللي علي لا أنا همي في نهاية منفعة الناس صحيح و المريض الضاكيف أتأكد أني يعني إن شاء الله ما ينضر من هذا الدواء بسبب أني نسيت أقول له حاجة هذه مرة مهمة لأنه مثلا أحيانا إيش بصير أنه يعني فيه أشياء تكون يمكن نشوفها منطقية لكن قد ما تكون منطقية عند بعض المرضى صحيح يعني سمعنا عن مثلا مرضى أخذوا أشكال سيدلانية معينة بطريقة غرط يعني مثلا شيء تأخذ مثلا يعني مثلا في العين حطوه في الإذن شكل سيدلاني يكون في مكان ويروح مكان ثاني بسبب أن الواحد ما احترم ثقافة اللي قدامه يعني ما حاول يتعرف على فين ممكن يصير فيه اللخبطة والتي ممكن تؤدي لمضاعفات مثلا يعني عدم التوضيح يعني أحيانا جزء من عدم الاحترام هو عدم التوضيح أو عدم يعني أن الواحد يعني أنه مع الانشغال يمكن أو أضط العمل أحيانا يكون فيه وقت ولكن يحتاج يخلاص أكثر عشان الواحد يعني يتاعب نفسه و يعني يحاول يفاهم و يميز بين المريضة اللي فعلا حالته فيها خطورة فيها تداخلات في الأدوية في شيء لازم يضح للمريض فلازم تطلب اهتمام من جد يعني اهتمام من قلب الواحد مش بس أنه خصوصا أنه فعلا أنه يقدر و يحترم أن هذا المريض مر مثلا أنه دخل إلى الطبيب و قد يعني أجرى ممكن فحص مخبري و ثم رجع إلى الطبيب و حد دلوه العلاج و أخر كثير و كذا إلى خير فممكن أنه وصل إلى مرحلة يعني يكون فيها متعب أو يحبي حاجة إلى بالضبط و خصوصا الصيدلية يمكن هي آخر محطة يمر عليها المريض صح يعني خلاص هو دحين يعني يمكن مر بيوم جدا سيء يأخذ الدو و يمشي فبتصير يعني حكاوي كثير أنه المرضى بيصب و جام غضبهم على الصيدلية يعني خلاص هذه آخر محطة ديني ده و خلينا مشي أنا بس بس أل سؤال أنه هل لازم أن الصيدلية يشرح بالتفصيل يعني أو لازم أن يقول له مثلا أنت أقرأ الإرشادات طبعا إقرأ الإرشادات يعني بصراحة يعني يمكن الورقة التي تجي مع الأدوية يمكن ما هي مصممة بشكل مثالي للمريض بصراحة لأنه أفسط حاجة دحين لو طلعته في الأثار الجانبية للأدوية جرب تقراها يمكن في مئة أثار جانبية أنت لو لا تكمل قرأتها و ستوقف الدواء تقول لا أأخذ الدواء لو سيسوي لي كل هذه المشاكل فبالعكس نعم نعتمد على الصيدل أنه هو يعني يشرح أنه إيش المهم إيش المهم من هذه إيش الشيء الشائع اللي ممكن يصير إيش الشيء اللي ممكن ما يكون شائع ولكن لو صار خطير فالواحد لا يكسل ولا يعني يعني و يطم من المريض يطم من المريض يعني مثلا يعني فيه مثلا بعض الأدوية مثلا تلون لون الله يكرمكم البول مثلا صحيح لو نحنا ما 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 لو الصيدلي ما وضح أنه ترى لو أخذ الدواء ده احتمالي لو أنك البول اللون أحمر إيش هيصير حدخل حمام الله يكرمكم صحيح يعتقد أنه بيبول دم صحيح هذه خطيرة و كثير المرضى زي كده خرجوا ما يدروا أخذوا أدوية الدرن مثلا تسوي هذا الشيء ما حتى تقل المريض خرج و انفجع كده يعني دم و كان في دقيقة أنه ممكن لأولنك البول هذه زي الصبغة أو حاجة يعني ما هي دم ولا حاجة تطمن ففيه أشياء كده بسيطة معلومة بسيطة سبحان الله سبحان الله ايوه معلومة بسيطة و فيه أحيانا مثلا يعني بعض المرضى مثلا هذه معدم احترام ممكن المريض فيه مرضى يكونوا حريصين بزيادة فيكملوا على الدواء حتى لو جاء لهم أثر جانبي ايه يمكن أشهرها يمكن الله يكون لكم الإسهال مثلا فيه مرضى يبدأ يجيهم إسهال أولا في البطن و يقول لا أنا عشان أتعافح أكمل فيه عدد مو بسيط من الناس يكمل صحيح المفوض يوضح الصيدلي أنه ترى مثلا المشكلة هذه ترى مثلا لها بدائل مثلا يعني لو جاءك أي أثر جانبية ترى أرجع لنا دينا خبر أسألنا نقول لك إيش البدائل أو مدة العلاج إلامات كمية لكن أحيانا يجي الصيدلي للأسف من عدد من عدد من احترام المرضى يجي يقول له كمّل على الدواء مهما صار على أين أنت خلص الكورس هذه من عدد من احترام المريض طب إفرد صار أثار جانبية إفرد صار شيء لا يقول له يعني كمّل عليه إلا مثلا لو صار كذا أو كذا أو كذا هذه الساعة أرجع لي و يكون حريص عليه و محترمه و مستعد يدين من وقته عشان حقيقة معنا اتصالات نجيب إلى الأخوة معنا أشرف من السودان تفضل يا أشرف السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته التحية لك و لضيوفك الكرام أهلا و سهلا حياكم الله هل الصيدلي يجب أن يكون ويل انفورمي أي قارئ متابع للجديد؟ لأن كل يوم يكون هناك جديد في الصيدرة أهمية المتابعة في هذا المجال لأن كل يوم يحصل تجديد خطورة بيع دوات التجميل الكوزماتيكس التي تترك أساء جانبية و تكون تجارية بحتة خاصة التي تقشر الجد طيب في سؤال آخر أهمية الهدي النبوي الحب السوداء أهمية تحديد الجرعة صدق الله و كذبت بطن أخيك أهمية التوضيح الكامل للمريد البسمة توصل المعلومة بيسر و سهولة خطورة يعني التسويق لدواء معين مقابل عمولة مع أنه يكون هناك دواء أفضل منه و أقل سيرا الأمانة لأن الدواء قد يكون تاريخه منتجه و جداكم الله خير بارك الله فيك أزاك الله خير أيضا معنا محمد من السعودية تفضلي محمد ألو تفضل محمد ابو حليا معك من الشرقية حياك الله أخي محمد حبيت أشتبسل بس عندنا طبعا فيه أشوف طبقوها في دور أوروبا و ظهر أنك القائرة طبقوها بس لماذا لا يطبقونها في السعودية عندنا الدكتور يكون مضروض يعني يكتب الوصف ما يكتب الأولى حية عي GIS يعني يشخت في الحالة و الوصفة الطبية يطلق في الجواء بدلا من أن يكون شخص في هذا عشان ما تنتهي أخطاع لأن ذا من الصيدري خبرته في الأدوية أكثر من الدكتور ولا إيش رأيكم في الأمر هذا فأحبت يعني أوضح لكم في المصدر طيب إن شاء الله تسمع إلى إجابة من ضيفنا طيب مشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى قال تعالى وَنَبَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فالابتلاء سنة كونية قدرية والمرض من جملة ما يبتل الله به عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قضاه وقدره والمرض وإن كان في ظاهره شر وبلاء ففيه للمؤمن خير كما أن العافية له خير قال صلى الله عليه وسلم أعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي طيات المرض من الخير أمور منها التعبد لله تعالى بعبودية الصبر إيقاظ العبد من حال الغفلة والبعد عن الله الزهد في الدنيا والطمع في رحمة الله وجنته تذكر عظيم نعم الله على العبد ومنها نعمة العافية الإقبال على التوبة والندم على ما سبق من المعاصي تكفير الذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رفع الدرجات في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى وحتى يدرك المريض الأجر وينتفع بما في طيات مرضه من الخير فعليه ملازمة الصبر واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى وحمده على ما قضاه وقدره ألا يدعو إلا بخير ولا يجيب عن حاله إلا بخير الإكثار من الدعاء والتضرع مع بذل أسباب الشفاء من أنواع التداوي المباحة قال ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا أريد أن أقرأ السؤال التفاعلي والذي يقول برأيك ما القيم التي ينبغي على الصيدلي أن يتحلى بها ولماذا هناك عدد من المشاركات الأخت شهناز تقول السلام عليكم ورحمة الله أهم قيم تجب على الصيدلي أن يتق الله في المرضى ولا يثقل عليهم فوقهم المرض مرض آخر صحيح يعني هذا عيدنا إلى قضية التعامل الحسن والاحترام وربما شيء بالشيء يذكر بالذي ذكره الأخ أشرف هناك مجموعة أخرى يتكلم عنها الدكتور خالد لكن قضية الابتسامة و الدكتور خالد في ثنايا كلامه ذكر قضية أنه آخر شخص يتعامل معاه غالبا المريض من جولته التي قد تكون إلى حد ما سيئة بالنسبة له جولته داخل المستشفى هو الصيدلي وبالتالي هو يصل عند الصيدلي وهو في غاية الإنهاك والتعب والإجهاد و يده بالفعل ينهي الموقف و يمشي بسرعة فيحتاج بالفعل إلى نوع من الابتسامة و التعامل الحسن و هذا ربما كنت نريد أن أعلق قبل الفاصل على كلام للدكتور خالد حول أنه ثم تقيمة أخرى و هي جاءت في ثنايا الكلام قضية الصبر لأنه هي الاحترام من جزء والصبر من جهة أخرى حين الصبر حتى على قضية الاتهام يعني قد يدخل شخص يتهم الصيدلي بشكل مباشر يقول يا أخي أنا سمعت عن هذا الدوى أنه يفعل كذا و أنت تقول لي عكس كذا أنت كذاب فقد يحتاج أنه يصبر بالفعل على ردود أفعال الناس على تعاملات الناس أحيانا على إساءة الناس الغير مقصودة أو مقصودة قد بشكل أو بآخر عموما الابتسامة هي السحر و نحن بحاجة إلى هذا السحر إن شاء الله نعود لكم فيما ذكره الأخ أشرف أيضا دكتور فيما يتعلق أيضا في تقوى الله كما ذكر موضوع بيع أدوات التجميل و خطورتها نتحدث عن هذا الموضوع و ربطه بقيمة مراقبة الله و تقوى الله سبحانه وتعالى أيها طيب يمكن سواء مستحضرات بشكل عام مستحضرات الصدلانية سواء أدوات التجميل و حتى حيانا معض الأدوية هي طبعا بعضها مفيد و بعضها غير واضح صراحة لأنه ما عليها نفس التدقيق و الرقابة و الأنظمة التي تكون معاقدة أكثر أو أصعب التي تمر بها الأدوية فبعضها يكون غير واضح ولكن للأسف بنا نتكلم عن قيم يعني ممكن يعني بعض الصياد اللي كانوا لقيمة عندهم ما هي قوية فممكن يعني يحاول يبيع يعني مدام يعني مثلا زبونة دخلت المحل طيب و عنده مجموعة من أدوات التجميل فبيفكر يمكن أنه يبيع و يدخل مكسب بصدالية و خصوصا أنه أدوات التجميل هذه يتكسب بصدالية أكثر من الأدوية نفسها يعني مكسب الأدوية مهوزة مكسب الأشياء هذه فالفايدة فيها و المكسب أعلى فيعني بس تأكيد يمكن أن الواحد ما يبيع على حساب المريض يعني ما يفضل يعني صحة المريض و يعني يعني يكون يعني صادق وأمين طيب يكون مؤتمن على المريض هذا ف يدي له اللي يحتاجه لا يزيد أي شيء يعني أي دواء و مستحر صدلاني ما حيفيد المريض قد يضره ف والواحد دائما يزن الفائدة و الضرر و يعني يحاول قدر إمكان لا ضرر ولا ضرر نعم بارك الله فيكم ناخذ اتصال من مصر الأخ عبد الرحمن السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله أهلا براك و أهلا براك أتفضل الله أخي عبد الرحمن نحن الواحد يقدر يقول أن أخذ الأساسيات في دراسته الأساسية في البكالوريوس لكن العالم و العلم يتحرك بفاكل كبير جدا جدا و للأسف للأسف شديد أنا الواحد مطلع يعني على كتير من قاشات جهو المجتمع السعودية للأسف تتسم بالخاضر كبير للأسف من عدم الاطباع و الاهتمام و زي ما حكي قلته يعني فيه جزء جرير جدا من موضوع جانب تجاري أكتر أو يعني داخل فيه المأدى ف يعني أنا شايف أن الاهتمام بالعلم و تطوير ذات مهم جدا جدا خصوصا في الوقت اللي احنا فيه و معرفة مصادر المعلومات و زي يجيب المعلومة البقيقة المتطورة الصحيحة طبعا بجانب حياتك حياتك كيلة جدا خياتك مغططوها زي الصبر لأن هو بتعمل يعني في مجالة فضلاتنا كيف يزد هو صيدالي لأن أقطة الالتقاء بين الطبيب والأمريض يعني قطعات كهيرة جدا في المستشفى فيعني يعني هذا أشكرك أخي عبد الرحمن على هذه المداخلة حقيقة ومنواقع عملي الأخ عبد الرحمن وهو صيدلي يعني يؤكد على أهمية المطالعة المستمرة وأشكرك أخي عبد الرحمن من مصر على هذه المشاركة فضلا دكتور سمحني أعلق عليها لأنه تكررت صراحة نقطة هذه الناس بأكدوا على أهمية تحديث المعلومات و متابعة الجديد لسه اليوم يعني كنت مع طلابي أو أوجه لهم تحية آشاء الله فسبحان الله بنناقش مقالة جديدة طيب المقالة هذه إيش فكرتها بتقول عند بعض المرضى اللي هما يجيهم بكتيريا أو جرثومة في الدم وبتروح تمسك في صمام القلب طيب نحن متعودين دائما كنا نعطي علاج بالحقن الوريدية خلاص دائما هذه كانت الممارسة التوصيلات العلمية بتقول كده و درسناهم كده الترما الأول دحنا نحن في الترما التاني ناقشوا معي مقالة جديدة دوبة نشرت قالت أنه بعض الناس أقدر أحولهم من حقن إلى حبوب بالفم طبعا هاي ماذا ميزتها لو أن الواحد يتعالج بالحقن يعني سيقعد في المستشفى يمكن يكتائب سيكون بعيد عن أهله فترة طويلة الحالة تتعالج أسابيع أربع أسابيع ستة أسابيع فترة طويلة فمن باب التخفيف على المرضى يعني لو ممكن نخرجهم على حبوب و يكتمل علاجهم بنفس الفعالية هذا أفضل فسووا هذه الدراسة لقوا بعض المرضى بشرط يكونوا يتحسنوا في البداية على الحقن نقدر نخرجهم على أدوية بالفم و يطلعوا و جودة الحياة تكون أفضل هذه معلومة أبدأت هذه معلومة جديدة مضبوط حتى المشاكل المشفى أنه ما فيها سرة و نحرم ناس أنه يدخل المستشفى عشان ما فيه سرير فالآن بالدراسة دي مثلا بعض المرضى سنخرجهم بدري فنجيب مرضى ثاني يستفيدوا فهذه الدراسة نزلت الآن قلت لهم شفتوا أنا الترم الأول درستكم حاجة السنة الجاية و دحين أقول لكم أما علومة تغيرت بعض المرضى الآن أنا مستعدة اليوم أحولهم على حبوب و يرتاحوا أول ما كنت مستعدة لأنه لم يكن هناك دراسة تثبيت للشيء ده فكنت خايف أحول على حبوب و يفشر علاج حقهم لكن بعد هذه الدراسة و نشرت فيها على فكرة مجلة رقم واحد في الطب مثلا نيوغران جونل و في مجلسل رقم واحد في الطب لقيت أنه بعض المرضى ممكن أن يحولهم على أور على عفو حبوب فدراسة مثل كده يعني الواحد لو تابع الجديد سيريح مرضى كثير و يعني يمشي على شيء صحيح صراحة دكتور في هذا الاتجاه بس لن أنسى قضية الكفاءة العلمية التي ذكرها الأخ عبد الرحمن من مصر و التحديث للمعلوم أنت ذكرت قضايا البرامج العلمية لكن أنا كنت أريد إشارة إلى هل في مثلا مجلات علمية دوريات علمية يمكن للصيدلان أن فقط تشترك فيها أونلاين و توصلوا كنشرات علمية على بريد و تخليه محدث هل في شيء و أنت أكيد أنك سيد الموقف نعم ممتاز طيب صراحة هذه ممكن مو بس مهارة أشوف أنها قيمة لأن الواحد لو كان محدث سيعطي المريض بإذن الله أحسن ممارسة أجد ممارسة على حسب العلم اليوم لأنه من عدم العدل يعني عالج مريض يعني من ضمن الطرق الواحد كيف يوصل للمعلومة المقاتل الجديدة في بعض الناس يشتركوا في مقالات معينة التي تكون مشهورة و قوية في مجال المعين يشتركوا فيها يدفع مبلغ و شهريا مثلا أو حسب كل عدد يوصل له هذه الطريقة في طرق أخرى مثلا في على فكرة المكتبة التي هي المكتبة الرقمية السعودية هذه نظام الله خير متوفرة بتسمح لنا ننزل مقالات كاملة هي العددكم بفلوس لكن تسمح لنا ننزل مقالات كاملة لكثير من المجلات ما أقول كلها لكن نظام الله خير عن طريقة الاشتراك فيها يعني هم مشتركين فيها و نحن بس نفتح حساب و عندنا مصادر كثيرة مصادر كثيرة الحمد لله يعني فهذه حاجة الحمد لله طيب الحمد لله أنا معود لكم دكتور فؤاد ذكر الأخ أشرف موضوع الهدي النبوي في بعض طبعا هذا ربما يقود للعودة إلى مرة أخرى إلى قضية ما يتعلق بالطب النبوي نعم و النبي عليه الصلاة والسلام و ما جاء بعده من توظيف لكلماته و أحاديثه وظفت حقيقته في علم الطب إجمالا و علم الصيدل و الأدوية أيضا أنا أعتقد منه الربط جيد في هذا الاتجاه و قد يكون أيضا للصيدلي و أنا هذا ربما دكتور خالد أيضا يعقب عليها أنا أعتقد أن الصيدلي ربما أيضا بحاجة لا أقول لإلمام كامل بالطب البديل لكن بقدر ما يكون هناك على الأقل بعض القواعد الموجودة لديه التي هي نابعة من الإسلام أساسا هو يعرف مثلا قيمة الزمزم و يعرف قيمة الحب السوداء و يعرف قيمة العسل فمثل هذه القضايا أساسا هي ثابتة بالكتاب والسنة و واضحة تماما أنها ثابتة و تعتبر شفاء و نص عليها القرآن أنها شفاء و بالتالي جيد أن لو كان هذا يعني بعض الإلمام البسيط و مرة أخرى يقول لا يعني هذا أن يكون هو شخص متخصص في الضب البديل أو لا بقدر ما يكون هناك إلمام بسيط ربما يعضد في هذا الاتجاه لكن إذا ذهبنا إلى قضية الحبة السوداء حبة البركة و غيرها هناك علم متخصص الآن و يدرس و هناك أبحاث كثيرة جرت على جميع الأحاديث النبوية التي جاءت عنه عليه و حتى ما يتعلق ب أكرمكم الله أبوال الإبل و غيرها هناك دراسات علمية جدا راقية و أنا أعرف أنه في جامعة الملك كبيرة جدا أجريت في هذا الاتجاه في أحاديث معينة و محددة و طبق عليها الدراسات بل بعضها عالمية و نشرة في مجلات عالمية لكن فعليا أنا أقول بس لعلها تكون من قيمة الصيدلي وهو يصرف الدواء الطبيعي أن يذكر ببعض الأشياء الجانبية التي نحن على يقيم بأن لها أثر نافع في هذا الاتجاه نعم بارك الله فيكم أيضا في هذا الجانب دكتور هل هناك بعض الأشياء تنصح الطبيب فعلا أنه مثلا إذا أخذ مثلا عسال أو حبة البركة أو ما شابه من هذه الذي ورد فيها مثلا نعم طبعا الأشياء التي ورد فيها ذلك الثوان في القرآن أو في السنة و معتابة من العلماء هذه طبعا نأخذ بها و نحطها في عين الأتبار و الأفضل كمان لو أمكن أنه مثلا يصير عليها دراسات دراسات ليست للتشكيك أستخد الله في النص ولكن لمعرفة فين الفايدة حقتها سبحان الله الشرع فيه له حتى كده أنه أبحث تدور يعني يعني زي العسل مثلا ما في شك أنه فيه شفاء بس في إيش بالضبط لازم نبحث أكيد في أشياء كثير أكيد لكن يعني خلينا صراحين هل ممكن ناخد عسل و مثلا نعالج كل أنواع الأمراض و نوقف الأدوية مثلا كلها لا يعني حتى الشرع سبحانه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استخدم نوع واحد يعني العشاب أو فيه تنويع و الحديث الذي ذكر الدكتور الذي هو يعني ما أنزل الله دائلا بذلك ما أنزل الله دائلا إلا أنزل الله دائلا علمه من علمه وجهله من جهله يعني معناته موجود ولكن ما أعطانا سبحان الله الإجابة أي دوة يعالج أي مرض أبحثوا أنتم يعني نؤمن بها طبعا نحن مسلمين في النهاية و بالعكس نحاوي نحن نكون أول ناسا ندرسها يعني ما نستدنا يأتي واحد في الغرب هو الذي يدرسها صحيح نحن عندنا إشارة أنه فيه فيه فائدة لها فبالعكس نفرض نزيد البحث العلمي في هذا الجامع نعم بارك الله فيكم أنا أخذ أيضا تعليق ورد إلى صفحة البرنامج يقول تقول أمانة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهم قيم يجب على الصيد لأن يتحلى بها وهي قيمة الصدق والشهامة وتتجلى في كونه لا يزيد في الأثمان على المشتري خاصة لأدوية التي تكتب عليها الثمن يعني قيمة الصدق والأمانة هي القيمة التي كنا نريد أن نتحدث عنها ونتحدث عنها الآن لكن أنا أريد بعد أن نتحدث عنها نعود إلى سؤال الأخ محمد بن الشرقية لأن الدكتور لابد أن نجب عليه نعم نعم لكن قيمة الصدق والأمانة قيمتان مرتبطتان ويظهر أن كل الذين يتابعون في هذا البرنامج يدركوا أننا تعرضنا لها في كل المهن فهي قاسم أعلى مشترك لكل المهن يعني لا يمكن أن أكون طبيب أو تاجر أو مدير علاقات عامة أو مدير مبيعات أو إلا وأنا لدي صدق وأمانة لكن المهم هو كيف نسقطها على مهنة الصيدلاء أنا أعتقد على سبيل المثال قد تكون من صور عدم الصدق أنني عندما يأتيني مريض وصف له دواء أو ما وهذا الدواء غير موجود لديه في الصيدلية ولديه دواء آخر أعرف أن ثمنه أعلى فأقول له ترى فيه دواء آخر يحقق نفس الهدف فأنا لا أقول له وقتها السعر بهدف أنه يريد أن أستفيد قد يكون هذا من الكذب عليك لكن لو ذكرت له المعلومة هذه ترى هذا الدواء اللي صرف لك الطبيب غير موجود عندي صحيح فيه دواء آخر يؤدي نفس الهدف لكنه السعره آخره فهل تريده أو ترى ممكن تبحث في صدرية أخرى هذه قمة الأمانة على قمة الصدق قضية أني ربما كونه لا يعرف يقرأ أو لا يعرف مثلا وماشاء الله تبارك الله نحن نعرف أنه يعني فيه رموز كذا بالشفرة ما بين الطباء والصيداء والصياد لا يفكها إلا هم يعني يالله يزيهم الخير فقد لا يستطيع بالفعل حتى لو كان يقرأ لغة إنجليزية أيضا لا يستطيع أن يفك هذه الشفرات فيها كده خطوط رايحة وخطوط جاية فيجب في الفعل أن قضية يتحرق قضية الأمانة إذا وصف الدواء بدقة يعطي نفس الدواء لا يزيد دواء آخر ولا ينقص من الدواء ولا يغير من دواء إلى دواء آخر بهدف الربح أو المكسب أو شيء من هذا القبيل قيمة الصدق مع الأمان أعتقد منها في غاية الأهمية نعم بارك الله فيكم قبل أن نتحدث أيضا الأخ محمد من السعودية يتصل يسأل عن موضوع الصيدلي الذي يصرف الدواء لماذا هو يصرف الدواء وليس الطبيب؟ نعم صراحة السؤال لهذا متكرر و فيه اعتقال عندنا البعض حتى يمكن بعض الصيادلة أنه يعني لماذا ما الطبيب يشخص ومثلا الصيدلي يعالج بصراحة يعني ربنا كلمني درست بره في مكان كويس في أحد مشفاة جامعة هارفد معروفة بصراحة ما كان فيه شيء هذا أنه الطبيب مثلا يشخص وخلاص و الصيدلي يجي يعالج تماما هو اللي يكتب كاملا بصراحة هذه ما بصير بالطريقة هذه هي لا هو الفكرة أنه يعني أعتقد في أي شغلة لازم يكون فيه قائد للفريق ما هي مسألة تنافس أو شيء بالعكس هو فريق عمل و في النهاية أهم شيء مصلحة المريض مو مهم يعني كلمة مين تمشي أو حاجة مهم شيء المريض هو المهم فالصيدلي دوره كبير ولكن هو يعني في الغالب اللي بيصيره بصراحة لو فيه دم بيكون صيدلي كويس مع الفريق الطبي الفريق الطبي بنفسه بيشخص يقول له يلا إيش تنصح بالعلاج من غير ما يجي هو يقول له أكتب لكن بيقول له إيش تنصحنا وبيقيم الطبيب والصيدلي الكويسين اللي علاقتهم كويسة بالفريق الطبي تقريبا يعني ممكن فوقه أنا أخذ منه العلاج لا هي المهم في نهاية المريض وحيانا صراحة أنا لا أتحيز للصيدلي وللطبيب حيانا الطبيب معرفته للحالة أصلا تخليه يفكر في علاج عن الآخر طبعا الصيدلي اللي مع البرامج الجديدة هذه صار أقدر ويعرف تفاصيل لحالة اللي يحتاجها للعلاج ولكن صراحة ما كان في الولايات المتحدة لأن كل الطب يشخصوا ويوقفوا ويجي يكمل الصيدلي ما هي بالطريقة هذه صراحة الطبيب يشخص وفي العلاج يستعيم بشكل كبير بالصيدلي وفي نواحي كثيرة صراحة ما يقدر يمكن أحسن طبيبا أن يدركها بسبب تغطياته لأمور كثيرة يتفوتوا بعض الأشياء في العلاج في أشياء لي علاقة بحركية الأدوية وزداخلات الأدوية يعني كثيرة ما تنتهي وحتى نحن كل يوم ونقرأ مقالة جديدة ويطلع أشياء جديدة فبصراحة يعني يعني العلاقة الطبيب والصيدلي كل ما لابد تصير أفضل في تعاون ممتاز لكن ما نيبغى أنه ناخد من الطبيب أنه خلاص لا تعالج انت شخص ووقي يعني قصده لا بد أن يكون هناك تعاون نعم لا بد أن يكون هناك تعاون الصيدلي في بدت صح أحيانا بتصير بره في بعض الأماكن صار الصيدلي يقدر يكتب الوصفة مش بس يصرفها بعض التخصصات ممكن يبدأ هو يوصف ولكن ما نيبغى أن يكون هناك فكرة أنه والله خلاص الطبيب سيشخص ويوقف و الصيدلي يكمل علاج كامل لا بالعكس كده يعني تخاف أنه يعني قابس فيه فجوة تسير بالضبط فلا الأفضل أنه يكون فيه قائد ليس تقليل من البقية صحيح لكن يعني يكون فيه قائد و الصيدلي و بقية الفريق يكون عون كبير جميل في النهاية منصحة المريض هي لهم جميل جدا مع قيمة الأمانة التي تحدثنا عنها لو نأخذ أيضا أمثل عملية و كما ذكر المتصل الأشرف من السودان ذكر موضوع العمولة و مع بعض الصيادة صراحة هذه مشكلة كبيرة خصوصا في ظلية المجتمع و واحدة من الأدوية المشهورة كانت اللي بيصير فيها يعني زي كده عليها بونس الشخص بيبيع فبدأوا بعض الصيادة لا أتمنى ما يكونوا كثير لكن يعني يدور على مشكلة عشان يطلع لعلاج و يبيع و هذه مصيبة يعني لو الصيدل اللي مؤتمن بدأ يفكر بالطريقة هذه أنا أحسب إن شاء الله أنهم عددهم قليل بإذن الله لكن في حالات يعني أن يأتي المريض يطلب الدواء يقول له ما عندي في عندي هذا الدواء نعم هي أحيانا صراحة اللي بيصير زي كده يكون مثلا فيه دواء عليه بونس عليه نسبة فيحاول يعطيه للمريض حتى لو هو عارف أنه مثلا الدواء الآخر أكثر أمانا أو أكثر فعليا ممكن يعني قد يعني يعني يغلط الغلطة هذه أتمنى أنه لا يكونوا كثير أيضا كمان أحيانا مثلا زمان كانت تصير ده حيانا الحمد الله في السعودية يعني نظاما ممنوع صرف منودات من غير وصفة أول ما كان بيصير المريض بس لو دخل السودالية و كح ما باتكر اسمها بس فيه يعني منودات مشهورة تعطى كانت للمرضى وهو إحنا جربنا حتى نسأل فيه استبيانات سادة دراسات كثيرة و كثير من السياد المؤمنين أنه ما حيفيد المريض ليش بيعطيه؟ لأنه عشان يبيع فالحمد لله إن شاء الله العدد ما يكون كبير و الآن الحمد لله نزل نظام فالكل سواء اللي كان يسويها أو ما يسويها الآن ممنوع الحمد لله يعني هذه فقط في المنضادات دكتور؟ هم بدأوا بالمنضاد صراحة و الآن بدأوا توصلوا على أدوية نفسية و يعني إن شاء الله تزيد بس المنضادات الحوية كان فيها اهتمام صراحة أن تكون رقم واحد لأن المنضادات صراحة يعني أحيانا تصير هي هي الداء ليش؟ لأن المنضادات الحوية اللي خليها تختلف عن كل الأدوية الثانية أن هي ليس فقط تعالج المرض أو العراض هي بتكتل كائنات حية الكائنات الحية هذه البكتيريا أو الجراثيم هذه عندها قدرة لأنها سبحان الله سير فيها طفرة جينية وتسوي مقاومة المقاومة هذه بلاء المقاومة هذه لو البكتيريا في المجتمع العيشة عندنا صارت مقاومة الناس ستموت على فكرة هناك دراسة متوقعين في 2050 وهذه الناس كلها تتكلم عنها صراحة معلومات مخيفة إحصائية متوقع أنه 2050 لا سمح الله إن شاء الله ما تصير لكن إذا استمرنا بنفس الاستخدام السيء المنضات وصرفها أنه قد تصل الوفيات في السنة إلى عشرة ملايين يعني عشرة ملايين لما نسمع عشرة ملايين في السنة هذه حرب عالمية ولا إيش هذه لكن بس مجرد مقاومة فعشان كده ليش الآن الوزارة الصحة المذكورة يعني منعت الصرف فيه ناس يقولوا ليش يعني تقلوا علينا لازم نروح نزور المستشفى يعني ليش كده لكن لو يعرفوا السبب وراءها صراحة يعني أنه يعني الناس يعني إن شاء الله المقاومة تقل عندنا ونحافظ على يعني الجلاثيم اللي عندنا إنما تكون مقاومة وناس ترى يا جماعة ناس كثيرة بيتوفوا المشفىات يعني طبعا قدر من الله ولكن يعني فيه سبب صحي فيه سبب وسبب هذا يعني جزء منه إهمال صراحة صراحة تمام؟ يعني أنا عندي الله يرحم الوالد رحمة الله رحمة الله سبب وفاته جرثومة مقاومة المضادة الحيوية يا الله أخذ مضادات قوية بعد بعد ما توفوا لا يرحموا طلعت المزرعة مقاومة ما سبب هذا؟ سوء استثناء مضادة الحيوية طيب الله يرحمه برضو خالة الله يرحمه قبل كم شهر نفس الشيء جرثومة أخرى مقاومة ما نفع العلاجة إذا من هنا جاء القرار بقرار سليم مئة بالمئة بمنع المضادات الحيوية إلا بوصفة من طبيع نعم طبعا بعض الناس بتقول نحن ما سمعنا عن مقاومة يعني ما بنسمع عنا السبب بصراحة لأنه للأسف نحن ما بنقول للناس و صراحة لما نكون واحد من أهله توفى بنستصع بنقول له السبب الحقيقي فإيش بنقول غالبا هبوط في الدورة الدموية هذه الكلمة مشهورة لكن يكون السبب في الهبوط الدورة الدموية لماذا هو؟ لأن جرثومة انتشرت في الجسم و لا تستجيب المضادات لأنها مقاومة سبحان الله كانت سبب في أن الشخص توفى بارك الله فيك نأخذ الاتصال ثم نكمل معنا محمد من ألمانيا تفضل السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله أنا كنت أعيز بس أكلم أننا أنا شغلش بحظة هنا في ألمانيا و دلوقتي أكبر أكتر حاجة مكلفة وأكتر مجال ساحب كاميرات للأبحاث هو قصوية الأدوات السعبات والأسف الموضوع بيتحرك بسرعة المجال بيتحرك بسرعة أو نحن نريد أن ننشئ يعني نركب أيها التعديم والإجابة التعديم تصفرنا في مجالات حيث هنا بقوية جدا في مجالات الرياضة والبرمجة والعلوم الارتجائي عمتنا العلوم الطبيعي عمتنا العلوم الطبيعي عمتنا يعني نعم شغلت أن لازم جنب العلوم الشرعية لازم مرضو من أكد عنا العلوم الطبيعي عمتنا بقوة عمتنا بقوة عمتنا متأخرين جنبت بالمقارنة لازم جنب عمتنا لازم جنب عمتنا تمام أشكرك أخي محمد من ألمانيا على هذه المشاركة وحقيقة الأخي محمد يؤكد أن أهمية إجراء البحثات والاستمرار أكثر والاهتمام في موضوع البحث العلمي وغيرها هذا يعيدا ربما للقيمة الأولى التي تتحدثنا عن قضية الكفاءة العلمية والتخصصية وعجبنا أيضا كلاما الدكتور خارج عندما أشار أنه هناك الأدوية النبوية أو غيرها إجراء الدراسات عليها هذا يعزز حقيقة من حسن استخدامها وتوظيفها بشكل جيد لكن يمكن نحن أيضا لكسب الوقت يمكن نحتاج تسليط الطوء على أنا أعتقد باقي في ذهني قيمتين في غاية الأهمية الأولى وهي قضية حفظ الأسرار حفظ الأسرار قيمة جدا مهمة لأنه عندما يتيني مريض الذي كشف وصفة طبية وهذه الوصفة تعني باختصار أنه مصاب بمرض ما فكوني أنا سيداناني اطلعت بحكم أن أنا الذي سأصرف يتطلب علي شرعا و قيمة أنني بالفعل لا أفصح بهذا السر لأي أحد كائنا من كان هذه قيمة في غاية الأهمية و ربما لها صور في الممارسة و ربما القيمة الثانية نختم بها لكن لو كان الدكتور خالد بشير هل لكم تعليق دكتور في موضوع حفظ الأسرار نعم هذا مهم جدا لأنه سبحان الله يعني من المهن اللي الناس يعني تحكي فيها كده و يعني تاخد راحتها في الكلام صراحة الصيدلي يعني و خصوصا الصيدلي يعني بالذات مثلا في صيدليات المجتمع معروف أنه الناس بتستسهل تروح له عنها تروح للمستشفى و بتاخد راحتها في الكلام أكثر معه تمام يعني خلاص هو بيدخل الصيدلية بيتكلم مع صيدلي ما فيها أنه يأخذ موعد و يستنى كشفية و مش عارف ايش لا فالناس بتاخد راحتها في الكلام صراحة و بيقول اللي عنده فالفضل واحد يعني يحفظ الأسرار ما يتكلم في مكان فيه ناس يعني ممكن يسمعوا التفاصيل حتى للأمكان أقرباء للشخص ما يوصل من غير علم الشخص مثلا المريض بيأخذ دوة اكتئاب بيأخذ أشياء مقويات جنسية بيأخذ حاجة منفترض يحفظ الأسرار ما يوصلها لشخص ما ينبغي أن يوصل مارك الله فيك نختم معكم دكتور أنا أختم حقيقة بي وربما دكتور خالفي ثنايا كلام أشار إليها قضية النفع المتعدي الصيدلي اليوم على ثغرة عظيمة يستطيع أن يقدم شيئا كبيرا يستطيع أن يقف قضية الإرشادات والتوعية اليوم الذين يمتلكون السناب شهاده لتلتروه غير من أدواته وهو صيدلاني ألا يستطيع أحيانا أن ينزل مقاطع جميلة توعية تخدم المجتمع قضية أنه ربما أيضا في النفع المتعدي أنه يرشد المريض إلى ما هو أسلم له وأفضل له سواء ماليا أو صحيا أو غير ذلك أنا أقول يعني إذا استشعر الصيدلي بأنه على ثغرة عظيمة وأن الله آتاه من العلم ما يخدم به صحة الناس ويحقق شعاره من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا أنا ذاك الفكر في قضية الناس نعم بارك الله فيكم مشاهدين الكرام لا ينسعنا في ختامي هذا اللقاء إلا أن أتقدمه بالشكل الجزيل لضيفينا الكريمين الدكتور خالد عمر حمزة الجعلي أستاذ مساعد وصيدلي أمراض معدية بجامعة الملك عبدالعزيز وفضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرى قيم بجامعة الملك عبدالعزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة